ياسر رام من أحسن ناس جات في مصر طيب هو قال هنا أن هو أسرع من صلاح تقدر يكون كلامك أسرع من صلاح هو معك كورة ولا بدون كورة لا هو قال لي بدون كورة إيه؟ قال لي بدون كورة آه ياسر رامك نسريع جدا يعني هو قال لن أسرع بس خلي بالك هل أقول لك هأقول لك أنا هقول رأي معك من هنا والسيشال ميديا ليه؟ مش هتسيبني لا ما هو أحنا برضه يعني أنا أحب أتكلم في الحقيقة هو الراجل ياسر رامك نسريع جدا قال لك أنا أسرع منه بدون كورة آه واضحة آه دي حقيقة؟ آه على مسؤوليتك؟ أيوة ياسر رامك نسريع جدا أسرع من صلاح؟ آه بشوف أنه هو كان يبقى أسرع من صلاح آه إنما صلاح بالكورة صلاح بالكورة هو قال كده هو راجل ما قالش حاجة لا ياسر رامك نسريع جدا أنا شخصيا قص في ناس خدتها كده وفي ناس خدتها كده بس أنا بكلمك على واحد يعني في ناس ما أشفوش؟ آه لعبت جنبه آه معشان كده أنا بسألك ولعبت ضده لعبت جنبه ولعبت ضده آه ماشي فشفت اللي اتنين آه وأنا منافس ليه شفت السرعاته آه تفهم؟ آه وأنا زميله وشفت السرعاته آه ياسر رامك سريع جدا يعني أحمد ابنه لو عنده السرعة بتاعة ياسر رام دي إنه محمد فرود يعني أحمد ياسر رامك فرود كويس يعرف يجيب لك جول خليه في 18 أو الحتة بتاعته دي يعرف يجيب جول ياسر ما عرفش يجيب جول يعني ياسر رامك كانش عرف يجيب جول إنما كان يصنع جول إحساس المكان وهي ابنه أحمد عنده إحساس المكان يبقى كابتن عمر أكد لنا إن ياسر رامك خلي بالك ده ده وقت نظر الشخصية محمد صلاح ده وقت نظر الشخصية بس أنت خلاص كده بقى يعني مواقع هتخده كده أكدتها خلاص بك خليه بقى لك صلاح سريع جدا صلاح سريع لا ما ترجعش في كلامه لا صلاح سريع خليك على مواقفك لا أنا معاك أنا ما بغيرش صلاح دي عنده ميزة كبيرة جدا إنه هو كمان بالكرة ممكن تلاقي 2-3 كانوا على مضر التاريخ بالكرة سرعة جدا وتوصل بجزء من الثانية للمنافس خليه بيبو كان كده خليه بيبو خلي الكرة معاك كده في رجله وقوله روح على الجول في جزء من الثانية تلاقيه في الثمانتاشر بتاعت المنافس ده حقيقا دي خلي بالك دي دي موهبة وعايز أقول إيه حلول ربنا إداها للشخص بتبقى موجودة فيه طيب أنا قدامي 3 دقيق وإنت من جيل 98 فاز بكاس الأمم الأفريقية وقت واحد يعني ترجمة نانسي قنقر